على فكرة ممكن التينية تتنقل كمان إلى المريض سواء طفل أو كبير عن طريق الحيوانات الأليفة إذا كنتوا يعني عندكوا حيوان في البيت وإذا كان الحيوان ده مصاب بيها زي القطط والكلاب يعني ودي مش دعوة أكيد إن إحنا ما نحبش إن إحنا الحيوانات عشان أنا عارف إن فيه ناس عندهم حساسية الحياة زيادة تجاه الموضوع ده مع إنها حرية يعني فيه ناس تحب هذا الأمر وفيه ناس ما تحبش هذا الأمر إحنا بنتكلمش عن الحب والكر ولا بنتكلم عن الجانب الإنساني في الموضوع بس قصدي إيه؟ قصدي يعني قصدي نقطة بس الجانبية كده لإني بشوف أحيانا فيه ناس بتبقى متطرفة شوية في الدفاع عن قضايا إنسانية عادية جدا يعني محدش ضد إنه إن حد يربي كلب أو قطف في بيته دي حاجة حرية شخصية وحاجة اختيار وكل حاجة تمام؟ فأكيد مش من حق حد تاني إنه يقوله اللي بتعمله ده غلط صح كده؟ مش من حق بس برضو مش من حق بقى صاحب الكلب أو القطة ده إنه هو يعني دايق من الناس اللي ما بتحبش الموضوع لا ما زي ما انت ليك الحرية إنك تعمل كده تربي كلاب حيوانات أليفة يعني في البيت زي اللي بيربوا عصفير ما مش لازم كلاب قطة يعني في ناس تانية ممكن ما تحبش الموضوع فلا دول يعترضوا ولا دول يعترضوا يعني ده رأيي الشخصي فبمناسبة التانية يعني إن بعض الحيوانات كلاب والقطة ممكن يكون عندهم تانية فهنا بتكون ممكن يكون هي ينقلوا هذه الإصابة أو هذه العدوى إلى حد فرد من أفراد الأسرة التانية خلوا بالكو حالة مرضية معدية حالة مرضية معدية ففي حالة إصابة طفل أو فرد من الأسرة فلازم يتم فحص باقي أفراد الأسرة ولازم برضو فحص الحيوانات المنزلية باستمرار والتركيز والبحث عن القشر أو مناطق الهرش لو فيه مناطق بيهرشوا هم فيها أو مناطق تساقط الشعر عندهم